لكن مش فكرة ازهد عن الدنيا واللي فيها ويرضب قليلك قوي وخليك فقير لا أبدا يا أستاذة ما هو ده اللي بيتآه يا مولانا ربنا يقول لنا في القرآن فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وقلوا من رزقه وإليه النشور نعم أنا رأيت التصوف في مشيخي رأيت التصوف في أسد زيتي أنا مبارح كنت عندي أستاذنا الدكتور محمد أبو هاشم شيخي نعم وأستاذي دكتور محمد أبو هاشم كان بيحتفل مبارح بمولة سيدنا الحسين عمل إيه هقول لك على الاحتفال بقى قول قرآن وسنة وإطعام وعلم واحد يقرأ قرآن واحد يقول إنشاد واحد يقول درس علم إطعام طعام لللي بيمر على المكان لناس كلها تأكل وتشرب والإسلام وأمرنا بالإطعام أيها الناس أفشوا السلام أول حديث قاله النبي في المدينة أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام نعم وصلوا بالليل والناس نيام نعم تدخلوا الجنة بسنة هو ده من هو الولي يا أستاذ عزيز إيه بقى إيه بقى الاشتغالات شوفي حضرت اسمح لي بس يا دكتور يوسر أصل فيه اشتغالات من ناس بيدعوا إنهم مشيوخ البعض يرى إنه بيدروا الدين الإسلامي مش بيفدوه صح واللت له حال مع الله بيقوله الناس اذكروا ربنا ولا يناموا بالليل أيم قبل الفجر يصلي ويستغفر ويتهجد ويستغفر ربه في وقت الصحر هو ده الصوف الحقيقي صائم قائم لله قانت يتقرب إلى الله بالطعات والعبادات ودولة قليلين في زمننا عشانا أكون واضح معاك قليلين بتدور عنهم أنا بحترم وبحب قوي قوضح حضرتك أنا واضح لأننا ده فيه ناس بتقليها مريدين يقولولهم على فكرة ما تصلوش لا يا أستاذ لا يا أستاذ هذا ضال أنا حصللكم والله ضال مضل لقول الكلام ده أنا بقول كلام غالط حضرتك أول مرة تسمع ولا سمعت حضرتك سمعناها طبعا هل يجوز جايلك بقى في النوع الثاني والثالث صفية الرسم العمة اللي مش عارفة إيه واللبس اللي إيه والسبحة اللي طولها إيه ويمكن والله لا يصلي الإسلام بريء منه وبراء نعم الثالث صفية الرزق يرزق بصوفيته يقول أنا عايز وأنا محتاج وأنا وكذا وكذا اللي بيطلب التلبات ويده للشيخ وقرابين للشيخ وهذايا للشيخ أيوة الإسلام منه بريء وبراء إحنا عايزين ناس يخدوا بأدين ربنا سبحانه وتعالى أنا صاحبته شيخا من الأولياء اسمه سيدنا الشيخ عبد السلام أبو الفضل كان يقول لنا يا أولادي ويا أبنائي أصول الطريق إلى الله إنك تتق الله في السر والعلن نعم إنك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لاتباع أي مش لابتداع هو ده هو واحد صوفي يقول أنا صوفي وينام عن صلاة الفجر صوفي ولا يصلي لله في جماعة صوفي وليس له ورد من القرآن قالوا كده المشايخ من لا ورد له لا وارد له ده حديث صحيح؟ لا مش حديث ده مقولة من أقول الصالحين من لا ورد له لا وعندنا ورد الورد هنا ومعنى كل ده يعني عايزة ناقشه معاك أنا أنا مستمتع بلقاء ربنا يبارك في حضرتي الورد هل الورد ده محدد ولا برضو فيه شيوخ لازم تقول الورد بتاع الشيوخ حضرتك بعض الناس ده متخيل سيقيني الناس إزاي بعض الناس معايا يا دكتور معا حضرتك نعم مشغول بالأوراد وترك القرآن أفضل الورد القرآن تقرى إن شاء الله أي تنتلات يعني أنا أقول ورد الشيخ وأترك القرآن ما ينفعش ده القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى بعد القرآن وبعد الأذكار الوردة في الصباح والمساء وبعد الالتزام بالصلاوات الخمسة في جماعة والقيام بين يدي الله في وقت الأسحار أقول الزكر اللي أنت عايز تقوله يعني اللي ما عندوش شيخ وطريقة الصلاة على النبي شيخ ملا شيخ له تمام فمش بالضرورة إن كل واحد يبقى عنده شيخ وطريقة خد شيخ يدلك على الله ما هو يدله إزاي على الله شيخ محمدي نبوي ما هو لو هو بيعرف يقرأ شيخ ملتزم يعرف يقرأ حضرتك مصر إنه لازم يبقى لي شيخ لا مش مصر أنا بقول إيه طالما أنا أهلي وكل واحد فينا على الفكرة يترحم على أبو أمه إنه هم علموا القرآة والكتابة الفكرة أنا مش ببالغ ولا أنا أوفر دي حقيقة لأنه أنت طالما تعلمت القرآة والكتابة وفكرت هتعرف تقرأ وتعرف إيه الصحة وإيه الغلط وتبحث عن الصحة وتبحث عن القطأ صحيح لكن هي فكرة إن أنا لازم في حياتي شيخ ولازم أشوف الشيخ وأسلم عليه وأبوس إيده ويقول لي ما تروحيش النهاردة الهوى لا يا أستاذ لو روحتي النهاردة الهوى حيحصل لك هذه تخاريف ده موجود ولا مش موجود موجود لكن لا يا متل الإسلام بصلحة عايزين نوع الناس يعني ياريت وعايزين فوأنا عايزين تصوف اللي بندرسه في الأزهر ترجمة نانسي قنقر